محمد زاهد الكوثري من الشخصيات التي يكثر الجدل حولها وهي شخصية جدلية أساساً سيكون كلامنا عنها بإذن الله تعالى في هذا الفيديو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محمد زاهد بن حسن هلمي الكوثري نسبة إلى قرية الكواثرة بضفة نهر شبز القلقز وهو شركسي حنفي ماتريدي جهمي ولد ونشأ في قرية من أعمال دوزجة بشرقي الآستانة أسطنبول تفقه في جامع الفاتح ودرس فيه كذلك وتولى رئاسة مجلس تدريسي ثم اطهده الاتحاديون خلال الحرب العالمية الأولى وذلك لأنه عارض خطتهم في إحلال العلوم الحديثة محل العلوم الدينية في أكثر الحصص الدرسية ثم لما ولي الكماليون أتبعة ترك وجاهروا بالإلحاد أرادوا أن يعتقلوها فركب إحدى البواخر وذهب إلى الإسكندرية عام 1922 وتنقل زمنا بين مصر والشام ثم استقر في آخر أمره في القاهرة وعمل موظفا في دار المحفوظات لترجمة ما فيها من الموثائق التركية إلى العربية ومات بالقاهرة أنقل ذلك عن الأعلام للزرقلي الجزء السادس صفحة 129 يقول عبد الرزاق حمزة سماه بعضهم مجنون أبي حنيفة قال وأنا لا أقول عنه مجنون أبي حنيفة وإنما هو مجنون ارتزاق واستجداء وتكفف والإتجار بالدين تجارة غير شريفة هذا منقول في حاشية التنكيل 1-123 وقال الشيخ سليمان الصنيع بعد حكاية مجلس جمعه مع الكوثري قال الذي يظهر لي أن الرجل يرتجل الكذب يعني مثل طبرز يعني تطلع مع الكذب بدون تفكير وبدون تعب في حياكتها وذلك موجود في هامش طليعة التنكيل صفحة 257 سنتكلم عن عقيدته الآن أولا هو يقدم العقل على النقل ومن كلامه أن قال ومن حاول أن يستدل على إثبات الحركة لله سبحانه بحديث النزول تغافل عن الدليل العقلي القاضي باستحالة ذلك على الله وذلك في المقالات 315 فإذن هو قدم الدليل العقلي على الدليل النقلي وكذلك من عقيدته أنه ينفي علو الله سبحانه وتعالى فقد قال وأما المسلمون فهم يعتقدون أن الله سبحانه منزه عن المكان ذلك في المقالات صفحة 218 طبعا ليس المسلمون بأهل هذه العقيدة وقال بعد ذكر شيء وذلك يدل على تنزيهه سبحانه عن المكان والزمان المقالات صفحة 271 ونقل كلاما لابن العربي ابن العربي المالك المذهب فاستشهد بكلامه الذي قال فيه وقالوا في هذا الحديث دليل على أن الله سبحانه في السماء على العرش من فوق سبع سماوات قال ابن العربي قلنا هذا جهل عظيم هذا في المقالات 271 طبعا من العربي هذا اللي يقول عنه سن وهو يراهم على جهل عظيم والواقع أن مقالته هو أولى بها ومن عقائد الكوثري أنه يقول بخلق القرآن فقد قال والواقع أن القرآن في اللوح وفي لسان جبريل وفي لسان النبي صلى الله عليه وسلم وألسنة سائر التالين وقلوبهم وألواحهم مخلوق حادث محدث ضرورة ومن ينكر ذلك يكون مسفسطا ساقطا من مرتبة الخطاب وإنما القديم كلمة قديم يعني غير مخلوق عند أهل الكلام وإنما القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام النفسي في علم الله المقالات صفحة 44 وقال ونص فتية العز بن عبد السلام القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم بقدمه ليس بحروف ولا أصوات المقالات 47 وهذا من الأقوال الكفرية إذ أنه يجعل القرآن الذي يعرفه جميع المؤمنين ويؤمنون به ليس هو القرآن فالقرآن الذي يعرفه المسلمون هو قرآن مشكل من حروف باسمين باسم بسم الله الرحمن الرحيم حروف وكلمات وكذلك نفى الصوت عن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت كما روى البخاري في خلق أفعال العباد يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب لكنهم ينفون الصوت عن الله سبحانه وتعالى ويشبهونه بالأصنام التي عابها إبراهيم وعليه الصلاة والسلام بأنها لا تتكلم فيقول كذلك وهذا اعتقادهم في كلام الله سبحانه يقصد اعتقاده وبشاعة ذلك ظاهرة جدا حيث جعل كلامه تعالى صوتا يرى أن جعل كلام الله سبحانه وتعالى صوتا أمر بشع وهو الثابت في السنة وهذا الكلام الذي قاله قاله في المقالات 298 وقال فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام نفسي إذن في القرآن الذي نزل علينا أنه مخلوق لا خلاف بينهم وبين المعتزلة الذين كفرهم السلف لأجر هذه المقالة بخلق القرآن وكذلك من اعتقاده أنه نفى الصورة عن الله سبحانه وتعالى ومعنى الصورة في لسان العرب كما نقول هيئة شكل أو هكذا فنقل كلاما يستشهد به إن الأشعرية وأكثر المتكلمين قالوا بتكثير كل مبتدع كانت بدعته كفرة أو أدت إلى كفر كمن زعم أن لمعبوده صورة أو أن له حد ونهاية أو أنه يجوز عليه الحاركة والسكون هذا في المقالات 314 وهذه عقيدتنا أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له صورة وننتظر يعني نسأل الله أن ندخل للجنة حتى نرى ربنا سبحانه وتعالى ولا ترى إلا الصور كذلك فإنه ينفي عن الله سبحانه وتعالى كما تقدم الحركة والسكون فنفى عن الله النقيضين فجعل الله سبحانه وتعالى كلا شيء ثم نفى الأصابع والقبض والقدم والساق عن الله سبحانه وتعالى وهذا كله لا يختلف فيه عن الإشعاري هذه عقائدهم وكذلك هو ينفي الفعل عن الله سبحانه وتعالى فقال وأما قوله ينزل ويجيء ويأتي وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز على الله شوف يأتي الواردة في القرآن يجيء الواردة في القرآن لا تجوز على الله تعالى في ذاته معانيها فإنها ترجع إلى أفعاله وها هنا نكتة وهي أن أفعالك أيها العبد إنما هي في ذاتك وأفعال الله سبحانه لا تكون في ذاته وإنما تكون في مخلوقاته هذا في المقالات مئتين وثلاثة وسبعين يعني معنى كلامه أن الله لا يفعل شيئا هو وإنما أي فعل ينسب له يكون فعلا خلقه في خلقه يكون أمرا خلقه في خلقه إذن هو لا يفعل بنفسه وأما عن عقيدته في القدر فقد حكى عنه مصطفى صبري قائلا والآن أجده قدريا صريحا وقد سمعته يقول إن مذهب المعتزلة القدرية الذي انقرض رجاله ما زال يعيش في هذه المسألة تحت اسم الماتريدية وفي بعض البلاد باسم الشيعة الإمامية فكنت أفهم منه أنه يفضل ما في الاعتزال من التفويض الخالص انتهى الكلام أما مذهبه في الإرجاء فهو مرجع كغيره من الأشعارية يرى أن الإيمان هو التصديق وأن الكفر العملي ليس مكفرا بل دالا على الكفر كما جاء في المقالات صفحة 226 وقال من جعل الأعمال من أركان الإيمان حقيقة فقد تابع الخوارج من حيث يعلم أو لا يعلم وهذا في حاشيته على سيف الصقير 121 هذه المقولة الأعمال من الإيمان هذه مقولة السلف جميعا ثم إنه رجل قبوري يقول لابد لأهل السلوك والرشاد من التوسل والاستغاثة والاستمداد بأرواح الأجلة والسادة الأمجاد إذ هم المالك لأزمة الأمور في نيل ذلك المرهد هذا في كتاب البحوث السنية عن بعض الرجال أسانيد الطريقة الخلوتية صفحة 40 ماذا تريد أكثر من هذه القبورية والاعتقاد بالموتى أنهم بيدهم الأمر وأنه يجب أو لا بد من الاستغاثة بهم دعاء غير الله ويقول فأما من اتخذ مسجدا قرب رجل صالح أو صلى في مقبرته قصدا للتبرك بآثاره وإجابة دعائه هناك فلا حرج في ذلك وهذا في المقالات 154 كذلك فإنه يجيز إقاد الشموع على قبور الصالحين كالنصارى ذلك في المقالات 154 ونقل عن شيخه الرزي في سياق القبول والاستشهاد بكلامه قال إن الأرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال بالعالم العلوي بعد خروجها من ظلمة الأجساد يعني أرواح الموتى تذهب إلى عالم الملائكة ومنازل القدس ويظهر منها آثار في أحوال هذا العالم فهي المدبرات أمرا أليس الإنسان قد يرى أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها انتهى كلامه وهذا نقله في المقالات 342 كما نقل مستشهد ولذلك كانت زيارة مراقبهم معدة لفياضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين كما يشاهده أصحاب البصائر وذلك في المقالات 346 ذكرنا الاستغاثة وأيضا هنا يقول نص آخر له في الاستغاثة يقول ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات الآن ننتقل إلى باب كبير يتعلق به وهو باب طعنه بالعلماء فيقول المعلمي الأئمة والرواة الذين طعن بهم يعني الكوثر هم ثلاثمائة فيهم أنس بن مالك رضي الله عنهم وهشام بن عروة والزبير بن العوام ذلك في التنكيل صفة عشر ويقول محمد بهجة بيطار وجملة القول أن هذا الرجل لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدينه ومن يراجع تعليقاته بتحقيق صدق ما قلنا هذا في كتاب الكوثري وتعليقاته صفحة عشر وقال عنه أحمد الغماري في كتابه بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري صفحة أربعة واربعين لم يشكر يعني الكوثري لغير الحنفية نعمة ولم يرع لهم حرمة يعني العلماء الذين هم ليسوا حنفية بل جعلهم غرضا لطعنهم فنبدأ بطعوناته ونذكر طعوناته بالصحابة فقد طعن بأنس بن مالك رضي الله عنه فقد ذكره وذكر أنه حدث الحجاج بحديث العرانيين فقال الكوثري فلو كان متحفظا بقوة يقظة لما ساعد ذلك الظالم بما يتخذه حجة في الظلم البالغ ولذلك يجعل أبو حنيف انفراد مثله في مثل ذلك الحدث الجلل موضع وقفه وذلك في كتابه النكات الطريفة صفحة 100 علق الغماري على هذا الكلام الفاجري فقال أي لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بما لا أصل له فقبحك الله ما أوقحك وأقل حيائك وخوفك من الله انتهى كلامه من بيان تلبيس المفتري الصفحة 274 كما شكك في عقله في عقل أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه تفرد ببعض الروايات والأولى أن يشكك بعقله هو الكوثري وليس الإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك وأما عبد الله بن عباس فكذلك لم يسلم منه قال الكوثري في الصفحة 197 من كتابه النكت عن الحديث الذي خرجه ابن أبي شيبة عن عطاء قال أو ترى معاوية بركعة فأنكر ذلك عليه فسئل ابن عباس فقال أصاب السنة يعني ابن عباس يقول عن معاوية أنه وافق سنة النبي فكيف علق عليها الكوثري عليه من الله ما يستحق قال فلو صح عن ابن عباس هذا الكلام يعني لحمل على التقية لأنه كان حاربه تحت راية علي كرم الله وجهه فلا مانع من أن يحسب حسابه في مجالسه العامة دون مجلسه الخاص علق الغماري على هذا الكلام ترى الغماري صوفي ولكنه علق يعني على كلام زاهد يعني الكوثري بتعليقات جيدة أحيانا فقال أي فيكذب يعني ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته ودينه ويقول إن معاوية أصاب السنة وهو لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن السنة خلاف ذلك وهي ما رواه أبو حنيفة من الإيتار بثلاثة أبو حنيفة يرى الوتر ثلاث ركعات طبعا زاهد محمد زاهد الكوثري طعن بابن عباس وبمعاوية طبعا لأن معاوية صلى الوتر ركعة واحدة وابن عباس قال هذه هي السنة فلماذا هو طعن بابن عباس وبمعاوية لأن أبا حنيفة يرى الوتر ثلاث ركعات فيقول الغماري فانظر إلى هذا المجرم القليل الدين كيف يستهين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه ذلك في بيان تلفيس المفتر 62 أما عن طعنه بالإمام مالك بن أنس إمام المذب المالكي رضي الله عنه يقول الكوثري في تأنيب الخطيب 229 تعقيبا على قول الإمام مالك إن أبا حنيفة كاد الدين قال الكوثري ولست أدري كيف يرميه من يرميه بكيد الدين مع أنه لم يكن متساهلا في أمر الطهور فهو ينسب للإمام مالك أنه متساهل بأمر الطهور فيقول أبو حنيفة ليس متساهلا ولا متبرئا من المسح على الخفين في رواية من الروايات ولا منقطعا عن الجمعة والجماعات لأن الإمام مالك أوذي من الحكام كذا فما عدا يستطيع أن يذهب إلى الجمعة والجماعات فهو يقول أبو حنيفة أحسن منه لأنه ما كان ينقطع عن الجمعة ولا الجماعات قال ولا قائلا بتحليل لحم الكلاب وهذا كذب على الإمام مالك فالإمام مالك يعني ينسبون له أنه يقول بتحليل لحم الكلاب وهذا كذب وقد رددت على خالد الجند بحلقة خاصة في هذا الموضوع وبينت أن الإمام مالك لا يرى حل لحم الكلاب قال ولا محكما لعمل أهل مدينة بلده على الأدلة الشرعية لأن هناك أصل عند الإمام مالك ناقشناه يعني ذكرت ذلك في الشرحي للموطأ أن الإمام مالك رضي الله عنه يعتبر عمل أولاد وتلاميذ الصحابة إذا عارض حديثا فإنه بمثابة الحديث الذي نقل نقلا عمليا فيأخذ به وخالف الحديث الذي نقل نقلا قوليا هذا أصل عنده فهو يعرض به في هذه المسألة يقول بلده يعني هو يقدم ما في بلده على الدليل الشرعي قال ولا متوسعا في سد الذرائع بالرأي ولا مسترسلا في المصلحة ونقل بعض الأمور المنقولة عن الإمام مالك يريد أن يعرض به أنه هو الذي يكيد الدين وليس أبو حنيف الذي يكيد الدين الأولى يكون كائد الدين هو مالك بل صرح قال عن الإمام مالك إنه مجرم هكذا قال إنه مجرم والمجرم لا يقلد في إجرامه وإنه كاد الدين بأمور هكذا يقول عن الإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي فإنه لمزه وطعن به بل حتى طعن بنسبه مع أن نسب الإمام الشافعي متفق عليه لا هو قال إنه من الموالي لا من قريش وقال إنه جاهل بالعربية والحديث ضعيف فيه جاهل بأحكام الفقه عن الإمام الشافعي يقوله وقال إنه خالف الإجماع في أربعمائة مسألة وقال إنه ابتدع رد الاحتجاج بالحديث المرسل ولذلك يصح أن ينتقده الإنسان بما شاء هذا يقول عن إمام الشافعي ويقول إنه ليس بأوثق روات الموطع عن إمام مالك وقال فيه كلاما كثيرا يزدريه فيه نقلها عنه الغماري في بيان تلبيس المفتري صفحة 72 وصنف المعلمي كتابا خاصا في الدفاع عن الإمام الشافعي في هذه الطعونات التي ألقاها هذا الكوثري تنبيه هكذا خطر في بالي هل وجدت مدجنا ممن يزعم الدفاع عن الأئمة نزل في الكوثري ردا عليه وطعنا به وتحذيرا منه والكثيري الآن يعتبر إماما عند الأشعارية إماما كبيرا له مكانته عندهم ستأتيك بعد قليل أقوال بتكثير أهل السنة وكذا هو يطعم بأهل السنة للأشعارية ولا تلاميذهم وإخوانهم المدجنة تعرضوا له بتعرض خاص تحذيرا وكذا وتشويها لا طعنا بأئمة أهل السنة لم يطعم بالركن السادس من أركان الإسلامي عندهم أو الركن السابع من أركان الإيماني لا أدري أنه هو طعنا الكوثري بالإمام أحمد بن حبل يعني شوف أئمة المذاهب الأربع ما عدا بحنيفة ثلاثة منهم طعنا بهم يقول في تأنيب الخطيب صفحة 276 وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرضى بتدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقهاء باعتبار أنه محدث غير فقيه عنده وأن لغير الفقيه إبداء رأي متزن في فقه الفقهاء طبعا لأن الإمام أحمد يرى عدم الأخذ بأقوال أبي حنيفة فهو يقول لك الإمام أحمد هذا كله على بعض ما نفقيه فكيف هو يبدي رأيه بأقوال أو بفقه أبي حنيفة إمام أحمد إمام أحمد يقول هو ليس فقيا تخيل ويقول عنه أيضا في الصفحة 280 من نفس الكتاب عند تعرضه لذكر ما رواه الخطيب عن إمام أحمد حينما قال الإمام ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء فيعلق الكثير ويقول والمصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء فيكون لذلك اللفظ خطورة بالغة لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفر أو بدعة شنيعة عند من ألقى السمعة وهو شهيد ومسائله في الفقه غالبها مسائل إجماعية بين الآئمة المتبوعين سبقهم أبو حنيفة في تدوينها والقسم الجاري فيه التنازع منها قليل فيكون امتهان قوله في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية التي ما نازعه فيها أحد من آئمة المسلمين محض كفر لا يصدر ممن له دين فيكون هذا طعنا في أحمد لا في أبي حنيفة يعني أحمد عندما يقول ما قوله أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء راح الكوثري كفر عليها لأن أبا حنيفة يقول لا إله إلا الله فبالتالي قول لا إله إلا الله الذي قاله أبو حنيفة أحمد يراه مثل طيب معقول هذا الإنسان اللي هو من المفترض أنه شيخ وعلام عند الأشعرية وعند الحنفية وكذا ما يفهم من كلام أحمد مراده يعني هل أحمد بن حمد لما قال هذا الكلام يقصد أن ذلك يشمل حتى عندما يقول أبو حنيفة لا إله إلا الله أو يقول مسألة مجمع عليها أم هو يتكلم عن الأقوال التي انفرض بها أبو حنيفة وقالها برأيه أي إنسان عاقل وسليم النفس سيفهم هذا الفهم ولكن سبحان الله الكوثري راح يعني تعنت حتى ينسب الكفر لأحمد لماذا؟ لأنه قال هذا الكلام في أبي حنيفة لا يتجرى حتى يقول إن علم الإمام أحمد بلا جدور يقول ومن تابع أحمد بن حنبل وذكره بكثرة الحديث فله ذلك ولكن كثرة الحديث بمجربها إذا لم تكن مقهونة بالتمحيص والغوص تكون قليلة الجدوى يعني أحمد بن حنبل يحفظ أحاديث لكن ما يفهمها مثل الددو هيا كلها كذا أحمد بن حنبل إمام كبير جدا ولكن نعم قد يكون في بعض الناس ما نقلوا أقواله في كتب الفقه لا لي أن أقواله ليست لها مكانة ولكن أحمد بن حنبل كان ينهى عن كتابة أقواله ولولا أن ابنه وابن أخيه وبعض ابناه وابن أخيه وبعض تلاميذه نقل وجمعه ولولا الخلال أنه جمع له أقواله لا ما صار له مذهب لأنه هو كان ورعا عن أن تكتب أقواله وإلا فهو فقه وذكي في الفقه رحمة الله عليه كذلك طعن بالإمام نعيم بن حمد الخزاعي والشيخ الإمام البخاري قال نعيم بن حمد ذكره كثير من ثقات المتكلمين في عداد المجسمة يعني الجهمية سموه مجسما شيء عادي طبيعي قال وله ثلاثة عشر كتابا فالرد على من يسميهم الجهمية ثم قال ولا نشك أنه كان وضاع مثالب يعني كان يكذب وينسب نقائص للناس كذبا وافترى عليه أيضا وقال ونعيم بن حمد معروف باختلاق مثالب ضد أبي هنيفة يعني كان يكذب على أبي هنيفة لينسب إليه أشياء سيئة كذبا ثم قال وكلام أهل الجرح والتعديل فيه واسع الذيل وذكره غير واحد من كبار علماء أصول الدين في عداد المجسمة بل القائلين باللحم والدم وهذا في تأنيب الخطيب صفحة 100 يعني أنه يقول إن الله سبحانه وتعالى له لحم ودم وهذا كذب يعني هو يقول عنه كذب يزعم أن نعيم بن حمد كذب وهو ينقل قول الكذبين عنه طيب البخاري والآئمة آئمة أهل السنة لماذا جعلوه له القدر العالي في السنة وهو يقول بأقوال ما يقول بها عاقل أن الله اللحم ودم هذه ما يقول بها أحد عاقل من الذي نسبها له الجهمية الذين هم الآن ينسبون لنا أقوال نحن لا نقولها يقولون ربكم شاب أمرض ربكم له حذائل ربكم له أنتم تقولون إن الله محصور هذه الأقوال التي يقولونها عنا كلها كذب فكذلك أسلافهم كانوا يكذبون ترى الكذب أحيانا يكونوا يرافع عند الطواف هذه البخاري بنفسه ماذا قال عن نعيم بن حمد قال ولقد بيّن نعيم بن حمد أن كلاما ربي ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن يعني بيّن وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليهم على الجهمية حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به لأنه مات في سجون الجهمية رحمة الله قال البخاري وفي اتفاق المسلمين بليل على أن نعيم ومنح نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع بل المبتدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله وهذا في كتابه خلق أفعال العباد صفحة 107 هكذا كان دفاع أهل العلم الحقيقيين عنه رحمة الله عليه البخاري بنفسه على فكرة لم يسلم من هذا الإنسان فقد قال عنه ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا يعني يقصد البخاري يقول إني لم أخرج في كتابي عن من لا يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال مع أنه أخرج عن غلات الخوارج يطعن به بأنه أخرج عن غلات الخوارج وهذا في كتابه التأنيب صفحة 76 والإمام البخاري نعم أخرج عن الخوارج الذين ثبت عنهم الصدق ولم يكونوا كفارا فالمسلم المبتدع الذي لم يقع بالكفر وثبت عنه الصدق جازت الرواية عنه أما هو يرى أن هؤلاء المرجئة لا يروع عنه لأنهم غلوا في بدعتهم إلى دراجة لا يستحقون معها الرواية عنه كذلك فإنه طعن بابن أبي داود وقال عنه هو ناصبي مجسم خبيث وقال أيضا يتكلم عن رواية قال وفي سند الرواية عبد الله بن سليمان وهو بن أبي داود الكذاب الساقط هاتذا قال عنه وقال عن الإيمان عثمان بن سعيد الدارمي فهو عابد وثن هذا في المقالات صفحة 278 وقال كذلك وعثمان بن سعيد في السند هو صاحب النقضي مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه طبعا هو كان يعادي بشر المريسي وأمثاله ويصرح بإثبات القيام والقعود والحركة والاستقرار المكاني والحد هذه الصفات الله سبحانه وتعالى ولهذا رد الغماري على هذا الإنسان فقال أي يروي ذلك بإسانده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل عثمان بن سعيد الدارمي كان يروي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى بإسانده إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحد رواه عن ابن المبارك ومعنى الحد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكتاب يعني موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى فالغماري يقول إنه ما جاء بشيء من عنده يروي ذلك بإسانده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك عن الله سبحانه وتعالى ومثله يكون جاهلا بالله سبحانه بعيدا عن أن تقبل روايته طبعا هو قال ذلك في تأنيب الخطيب 35 بل تكلم عنه بكل وقاحة أنه قال فهل ترى على وجه البسيطة من يكفر هذا الكفر الأخرق سوى صاحب النقض ومتابعه يعني عنده لا يوجد على وجه الأرض من هو أكثر من صاحبي النقض لأنه صن في كتاب النقض نقض به عقيدة المريسي الجهمي المعتزي ثم لما وجد أن السبكي أثنى على الدارمي والسبكي طبعا منهم أشعر فعلا غريب أن يثني على الدارمي يعني خاصة سبكي تحديدا لأن كثير من الأشاعر منصفين لكن سبكي لا وللعلم الدارمي لم نجد أحدا من أهل العلم ولا من الأشعرية طعن به قبل هذا الكوثر عليه من الله ما يستحق وليته إذ طعن به طعن به بحق وإنما طعن به لأنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه لو طعن به بحق نقول أهلهم وسهلا نحن مع الدليل حيث دل ولكنه طعن به لأنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه فلما وجد أن السبكي يمدح الدارمي قال وثناء بن السبكي على الدارمي المجسم ناشئ عن تقليد الذهبي ونحوه من الحشوية يعني حتى الذهب الآن هو نطعم فيه أنه حشوي في أطرائه بدون أن يعلم حاله قال وحاشاه أن يثني عليه وهو يعلم حاله بل لو كانت طلع على بعض مخازيه المدونة في كتابه هذا يعني النقض لنبذه نبذا النواة نواة التمر وسل عليه سيف جهاده المسلط على رقاب المبطلين هذا في المقالات صفحة 267 أي هو السبكي سلط سيفه على ابن تيمي وعلى ابن القيم على أهل السنة طيب عبد الله بن الإمام أحمد ماذا قال عنه ابتهمه بالكذب ولم يسبق تكذيبه أبدا بل عبد الله بن الإمام أحمد هو الذي روى المسند عن الإمام أحمد يعني إذا كان كذابا تشيل كتاب مسند الإمام أحمد ثلاثين ألف حديث وتلقيها في البحر ليس لها قيمة لأنها مروية من طريق واحد كذاب هو الوحيد الذي يروي عن أبيه هذا المسند هو الوحيد فبتكذيبه يسقط مسند الإمام أحمد ويسقط معه كتاب العلل ويسقط معه كتاب الزهد ويسقط معه كتاب الورع ويسقط كثير من كتب الإمام أحمد تهمه بالكذب قال وعبد الله بن أحمد صاحب كتاب السنة وما حواه كتابه هذا كاثم بمعرفة الرجل ومثله لا يصدق في أبي حنيفة وقد بلي فيه الكذب طبعا لأنه هو يروي في ذم أبي حنيفة في ذم العلماء لأبي حنيفة يروي عنه وليس هذا موضع الكلام هو يقول وقد بلي فيه الكذب ومثله لا يصدق طيب الذي يكذب على أبي حنيفة يكذب على غيره فإذا هو كذب يقول كذلك عنه ليس بحجة بل روايته مردودة وخبره غير مقبول لأنه كذب يعني يصرح بالتكذيب وقلنا لكم إسقاطه يعني إسقاط مستد الإمام أحمد وقال عنه كذلك وتعصب عبد الله وانحرافه عن الجادة مما لا حاجة إلى دليل عليه سوى كتاب السنة له بل كتاب السنة له من مفاخر أهل السنة رحمة الله عليه وكذلك ابن أبي حاتم طعن به وقال ومع ذلك خاض ابن أبي حاتم أيضا فيما خاض في مثله ابن خزيمة فزلت قدمه حتى تجده يقص على اللفظية قسوة تسقطه دونهم هذا في حاشية الأسماء والصفات صفحة 259 يعني لما تكلم عن اللفظية الذين يقولون لفظهم بالقرآن مخلوق قال سقط هو مع أنه ابن أبي حاتم ما قال إلا ما قاله الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبو الزرعة والإمام أبو حاتم وغيرهم من من تكلم في من تكلم بهذه المقالة طيب الإمام ابن خزيمة ماذا قال عنه؟ يقول ومع هذا الجهل ألف كتاب التوحيد فأسائل إلى نفسه الإمام ابن خزيمة الكوثر يقول عنه جهل ابن خزيمة هو الذي كان يلقبه الناس بإمام الأئمة وبشيخ الإسلام يقول عنه الكوثر ومع هذا الجهل ومع هذا الجهل ألف كتاب التوحيد فأساء إلى نفسه ومن أهل العلم من قال عنه إنه كتاب الشركي ومن جملة مخازيه كذا وكذا وهذا أرجع فيه إلى بيانة البيس المفتري صفحة 258 يعني تخيل هو يقول عن كتابه اللي هو كتاب التوحيد يقول عنه كتاب الشرك إذن ابن خزيمة مشرك ويقول أيضاً كما هو مذهب المجسمة فمردود أيضاً بهذه الآية وقد تضافرت الأدلة على أن من يتوهم في معبوده الأعضاء فهو على الوثنية الأولى وإن تظاهر بالاهتداء فقول ابن خزيمة في الوجه مما لا يسطره من يع ما يقول وهذا في حاشية الأسماء والصفات صفحة 287 وقال إلا من يميل إلى مذهبه من الضلال وهذا في صفحة 319 من المصدر السابق إذن نحن كلنا من نميل إلى مذهب السلف رضي الله عنهم الذي وافقهم ابن خزيمة عليه كلنا عند هذا الإنسان كما قال وهو الضال والله وهو الذي يستحق أن يوصف بكل ما أساء به إلى هؤلاء الأئمة من السلف والخلف رضي الله عنهم بل وقال عن عقيدته فما أسخف هذا الاعتقاد الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى وهذا في صفحة 33 كذلك خارجة ابن مصعب وهو تابعي روايته في الحديث لا تقبل إلا أنه لم يطعن على عقيدته وصح عنه أنه قال فهل يكون الاستواء إلا بالجلوس ماذا علق عليه الكوثري قال فانظر إلى هذه الهذيانات في جانب الله سبحانه أن كان يهدي طيب ابن قتيبة الدينوري الإمام الكبير قال عنه الكوثري مخلط في بيان التلبيس المفتري 375 وماذا عن ابن تيمية قال وكان يتكلم عن مسألة القبوريات فقال إلى أن ابتدع إنكار ذلك الحراني فرد أهل العلم كيده في نحره ودامت فتنته عند جاهلي بلاياه ونسب إليه أنه قال بأن النار تفنى وهذا كلام غير صحيح بيناه في موضع آخر فزعم أنه قال بذلك ثم قال وهو كفر عند جمهور أهل العلم وقال كذلك وقد سائمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع وذلك في بيان التلبيس المفتري 283 وقال عنه بل هو وارث علوم صابئة حران حقا والمستلف من السلف ما يكسوها كسوة الخيانة والتلبيس هذا يقوله عن ابن تيمية وله في كلام كثير عنه ما يصل به إلى تكفيره طبعا الذي قاله كفر ماذا تريد أكثر من هذا أما ابن القيم فقد قال عنه لا يزيد عنه في الخروج عن الإسلام والمسلمين لا الزنادق ولا الملاحدة ولا الطاعنون في الشريعة يعني هؤلاء كلهم لا يزيدون عن ابن القيم وهذا قاله في حاشية السيف الصقيل صفحة 57 واتهمه بعضائم شديدة جدا وصنف كتابا اسمه تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم في هذا الكتاب وصف ابن القيم بالكفر والزندقة وأنه ضال مضل زائغ مبتدع وقح كذاب حشوي بليد غبي جاهل مهاتر خارجي تيس حمار ملعون من إخوان اليهود والنصارى منحل من الدين والعقل وهذه كلها وثقها في براءة أهل السنة صفحة 17 يعني لا يكتفي فقط بالتبديعه ولا بتكفيره بل حتى بألفاظ خادشة جدا قبيحة أن تخرج من إنسان ينتمي إلى العلم ويتكلم عن إنسان بمثابة ابن القيم يا رحمة الله عليه طيب وكذلك الذهبي فيقول عن الذهبي ولا تغتر بالذهبي وأذياله وقال يعني لا تجعل كلام هؤلاء من قبيل العلو الحسي علو له الذي يتخيله أمثال الذهبي من المغفلين وقال وثناء ابن السبكية على الدارمي المجسم ناشئ من تقليد الذهبي ونحوه من الحشوية هذا نقلناه قبل قليل لكن للتذكير يعني الذهبي حشوي طيب الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي كان مثبتا للصفات إلا أنه لم يكن يعني صلبا في مثل هذه المسائل ويصنف ويرد على المبتدع وما شابه ذلك حتى أنه قال عنه ابن الجوزي أنه كان يميل إلى الأشعارية فلذلك هو لم يطعم به من هذه الناحية مع أن الذهبي أيضا كان يثني على كثير من الأشعارية إلا أنه كان يرد عليهم في مسائل مثل العلو لكن الخطيب البغدادي كان يعني دبلوماسيا أكثر فلهذا هو لم يطعم به من هذه النواحي ولكنه طعن به بأقباح طعن فيقول واشتد غرامه بذلك الصبي فقال فيه الأشعار كان يتهمه بأنه كان يعشق صبيا طفلا وكان يعرض به بأنه كان في علاقة معينة بينه وبين هذا الصبي ولما كان يتكلم عن روايات ذكرها الخطيب فقال روي تلك الرؤية من جملة رواة حال الخطيب مع الصبي الذي كان يتغزل فيه نعوذ بالله من الخذلان طبعا الخطيب البغدادي يتهم بمثل هذا الاتهام أساسا هذه التهمة من أين جاءت؟ من رجل اسمه سبط بن الجوزي حفيد بن الجوزي هو فعليا وهذا الرجل إخباري ينقر أخبارا كثيرة بدون أسانيد وبدون تحقق ولا شيء في تاريخه ولا يعتمد عليه خاصة أنه ينقل بدون إسناد ونقل كلام بإسناد منقطع أنه كان يدخل صبي عليه وكان يحبه وكان يكتب فيه الأشعار ولو افترضنا صحة ذلك لا يحمل على ما يلمح إليه ذلك الإنسان في حق الخطيب لكن سبحان الله هذا أساس لا يثبت وحتى بن الجوزي بنفسه الذي كان يعني يحاول الطعن أحيانا بالخطيب ما ذكر عنه مثل ذلك فيأتي واحد بعد ابن الجوزي وينسب للخطيب أشياء ما نسبها له أحد قبله فهذا كلام لا يقبل خاصة في مثل هذا الإنسان عندما يتهم إنسانا في عرضه في مثل هذه الأمور تسقط عدالته إن لم يأتي بالشهود أو يأتي بالدليل القاطع في مثل هذه المسألة الشوكاني يقول عن الشوكاني بل عدو الأئمة والأمة حقا هو من يسبح بحمد الشوكاني الذي يجاهر في تفسيره بإكفار أتباع هؤلاء الأئمة القادة وقد قال عنه بلاديه المطلع على دخائله العلامة بن حريوة الشهيد بمؤامرة منه يعني أنه قتل بمؤامرة من الشوكاني هكذا يزعم قال عن الشوكاني إنه يهودي مندس بين المسلمين لإفساد دينهم فيعلق الكوثري بعد أن نقل هذا الكلام ويقول وليس ذلك ببعيد لمناصبته العداء لعامة المسلمين وخاصتهم على تعاقب القرون بتلك الكلمة الفاجر وقد أفلس جد الإفلاس من أحال النفاح عن نحلة التجسيم إلى مثل هذا الجهول ماذا قال عن أبي الشيخ الأصبهاني؟ قال في التأنيب وله ميل إلى التجسيم وكذلك مقاتل ابن سليمان يقول عنه أو عن أحدهم من أصحاب مقاتل ابن سليمان المروزي شيخ المجسمة قاله في التأنيب بن 21 مع العلم مقاتل لم يتهمه بالتجسيم أحد فيما نعلم قبل أبي الحسن الأشعري وبينه وبين أبي الحسن الأشعري بونه واسع ولم يذكر أبي الحسن الأشعري شيئا يثبت هذا التجسيم عن مقاتل رحمة الله عليه الموفق بن قدامة صاحب المهني هل سلم؟ لم يسلم قال فيكون اعترف في أول خطوة أن الحق بيد المعتزلة وهو لا يشعر فإذا كان حال الموفق هكذا فماذا يكون الحال في من دونه نسأل الله الصون طبعا هو حرف شوي من كلام ابن قدامة يتهمه بهذا الاتهام وهذا في المقالات صفحة 75 وما بعدها طيب الاستخري أحد علماء الحنابلة وعبد القادر بن بدران قال الكوثري وقد كذب من عزى أحمد بن حنبل إلى أنه قال وكلم الله موسى تكليما من فيه وناوله التوراة من يده إلى يده كما نقله عبد القادر بن بدران المسكين في كتابه المدخل إلى مذب الإمام أحمد بن حنبل رواية بطريق الاستخري وهذا في المقالات 60 و 61 طبعا هي هذه الرواية يعني صار فيها وهم فهي الرواية هذه عن حرب الكرماني فرويت عن شيخه أحمد بن حنبل كذلك ابن عدي المحدث المشهور طبعا هو طعن به لأنه ذكر شيئا في أبي حنيفة إذا لم تقدس أبا حنيفة فالكوثري لك بالمرصد ومن بعده وراثته طبعا سيخترعون لك مخازي سينسبونك إلى كل نقيصة في الدنيا فماذا أفعل بابن عدي قال وكان ابن عدي على بعده عن الفقه والنظر والعلوم طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه قال هافي الحاشية على تأنيم الخطيب لو كان ابن عدي يمدح أبا حنيفة لطار به فيما علمنا من طريقته الساجي أبو يحيى زكريا الساجي زكريا بن يحيى الساجي صاحب كتاب العلل قال عنه شيخ المتعصبين كان وقاعا ينفرد بمناكير عن مجاهيل وتجد في تاريخ بغداد نماذج من افتراءاته عن مجاهيل بأمور منكرة طيب الرجل دفع عنه الذهبي فيقول الكوثري ونضال الذهبي عنه من تجاهل العارف يعني ذهبي كان يعرف الحق ويتجاهل الحق ويدافع عن الباطل هذا قاله في تأنيم الخطيب صفحة 82 العقيلي وكذلك العقيلي لأنه لا يقدس أبا حنيفة يقول عنه وعن أحد تلاميذه يرحل إليهم يعني ما وجد فيهم مخازي أو عيوب أو شيء يستطيع ينسبه لهم فقال يرحل إليهم يعني يستحق أن ترحل إليه لتأخذ عنه العلم يرحل إليهم لولا خبث لسانه قالها في التأنيم صفحة 94 طيب ابن حبان وكذلك ابن حبان في كتابه الضعفاء تكلم في أبي حنيفة وبيوسف فماذا قال عنه الكوثري؟ قال فيلسوف أهل الجرح والتعديل طبعا فيلسوفهم يكفرون فلاسفة بعض العوام يظنون كلمة فيلسوفية أن شيء جيد وقال هذه العبارة عنه في التأنيم صفحة 132 وفي مرة أخرى قال حتى إن مثل ابن حبان على انحرافه يعترف بكذا وكذا وكذا فوصفه بالمنحرف وهذا في كتاب التأنيم صفحة 316 فهذا بارك الله فيكم غيظ من فيض وذكرنا لكم عددا من المشاهير الذين قد يعرفهم كثير من طلبة العلم وكثير من رواة الحديث الذين طعن بهم بباطل لم نذكرهم استوفى الرد عليه في حقهم المعلمي اليماني رحمة الله عليه في كتابه تأنيب الكوثري وإن راجعتم المقالة على موقعي ستجدون فيها توثيق كل هذه المقالات التي ذكرناها تقريبا وقد تجدون شيئا من المقالات التي لم أذكرها في هذه الحلقة لأنني أطلت بها فاختصرت عددا من الأقوال الموجودة في المقالة فنسأل الله السلام والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم اتبعوا المرسلين اشتركوا في القناة